يتزايد الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب تعامل قواته الأمنية مع المحتجين المطالبين باستقالته منذ وفاة أكبر منتقده في الاحتجاز الأمم المتحدة استنكرت تعامل القوات الأمنية التابعة لسلطة الفلسطينية مع المحتجين وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن أحد مراقبه الحقوقيين الذين يغطون الاحتجاجات في مدينة رامالله بالضفة الغربية يوم الأحد كان من بين العشرات الذين تعرضوا لهجمات بطريقة غير مقبولة تماما المكتب أضاف أن الهجوم الذي نفذه أشخاص بملابس مدنية شمل اللكمة واستخدام رذاذ الفلفل ومحاولات مصادرة هاتف محمول يستخدم لتوثيق الأحداث من جانبه عبر المتحدث باسم السفارة الأمريكية في القدس عن انزعاج واشنطن الشديد من التقارير التي أفادت بتعرض محتجين وصحفيين للترويع والضرب على يد ضباط يرتدون ملابس مدنية مطلع الأسبوع كما طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بإقالة قائد الشرطة على خلفية تقاعس الشرطة عن تأمين الحماية لصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم ومنعهم من التغطية وتهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني وكانت أسرة نزار بناتس منتقد السلطة الفلسطينية البارز الذي توفي في الرابع والعشرين من حزيران قالت إن قوات الأمن اقتحمت منزله في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة وضربته قبل احتجازه فيما أكدت منظمة حقوقية فلسطينية بعد تشريح جثة بنات إنه تعرض لضربات في رأسه وأفضت وفاة نزار بنات إلى اندلاع احتجاجات على مدى أيام في الضفة الغربية واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن